اشتركوا في القناة بين الحرس الوطني والجيش البكستاني مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشرك وسبل تطوير مستوى التعاون والتنسيق على كافة المستويات العسكرية وقد استمع سمو رئيس الحرس الوطني خلال اللقاء إلى إجاز عسكري قدمه العميد غلام عباس القائد العام لخفر السواحل حول المهم والوجبات التي تختص بها خفر السواحل والنواحي التدريبية والعملياتية المختلفة لخفر السواحل البكستانية واضافة إلى العديد من المجالات التعاون المتبادل مع خفر السواحل البكستانية من جنب أشهد الفريق بابر افتخار قائد الفيلق الخامس بعمق العلاقات البكستانية البحرينية وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة مقدما شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على جهود المتواصلة في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر